لم يلجئهم إلى التسول وطرق أبواب الحياة القاسية بأيديهم الغضة إلا الفقر والحاجة في ظل حكومات لم تراعي أحوالهم ولم تكترث بما سيؤول إليه مستقبلهم المظلم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف وفي أحدث تقرير لها أكدت أن 80% من أطفال العراق لا يتلقون أي شكل من أشكال الدعم الحكومي ويتعرضون للعنف ما تسبب في إنهاء رحلتهم الدراسية في بدايتها في حين يكمل القليل منهم تعليمه في ظل ظروف تربوية سيئة من ناحية حاجة غالبية المدارس للتأهيل وإعادة البناء أسباب عدة وراء معاناة الأطفال العراقيين تأتي آثار العمليات العسكرية في مقدمتها إذ أكدت اليونسيف أن أكثر من مليون طفل من محافظتي الأنبار ونينوة بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي لمعالجة صدمات الحرب التي شهدتها مناطقهم ومن ناحية أخرى تؤكد اليونسيف أن 60% من سكان العراق وخصوصا في المحافظات الجنوبية يشربون مياها ملوثة الأمر الذي يعرض الأطفال لخطر الأمراض المنقولة بهذه المياه ولا تقتصر الآثار السلبية للإهمال الحكومي على الأطفال في سن الدراسة بل تتعداها إلى الأطفال الخدج حيث يعاني أغلبهم من نقص في التطعيم ما بعد الولادة بواقع ستة أطفال من أصل عشر الأمر الذي يفسر ارتفاع حالات الوفاة بين صفوفهم ملامح طفولة قاسية ترسمها صور الأطفال المتسولين في الأزقة والشوارع ولكل منهم قصة تكشف عن مأساة عائلة فقدت معيلها أو فتكت بها أنياب الفقر في ظل الفساد المستشري في البلاد أطفال تعددت أسباب معاناتهم والمسبب واحد